أستاذ زياد يعني مرحب بحضرتك أنتو النموذج العربي الوحيد اللي نجح في كل الثورات فالسؤالي بقى هل تعلمت ثورة تونس من أخطاء جرانها من الثورات العربية في البداية الحقيقة النجاح هو نجاح نسبي حتى نكون أكثر دقة الحقيقة لا شك أن الثورة التونسية في مصار تقدمها كانت من حيث النتائج أفضل من بقية الثورات التي انطلقت في المنطقة ولكن من حيث النتائج العميقة التغيير العميق لأن الثورة ليست مجرد العملية الاحتجازية التي تكون في الشارع من خلال المسيرات وليس فقط كذلك العملية الانتخابية الديمقراطية الشفافة في تقديره الانتقال في النظام السياسي في النظام الاقتصادي والاجتماعي في التركيبة الثقافية كذلك في التصور للدولة في التصور للنظام السياسي وفي التصور كذلك للمقاربة الاقتصادي والاجتماعي التي يجب أن تحكم بعد الثورة في هذا إذا اعتبرنا هذه المستويات الثلاثة لا أعتقد أنه في تونس نحن بصدد تغيير عميق في هذه المستويات الثلاثة باعتبار أنه تقريبا ما حصل هو عملية توافق في توزيع السلطة أو أنه مراكز القرار المختلفة التي كانت تتحكم في المشهد اختارت أنها تمارس دور جديد في إطار نظام انتخابي ديمقراطي يسمح بمشاركة الجميع وهذا هنا فرق بعيد جدا بين أنه بالفعل أنه هناك نجاح عميق لعملية التغيير عندما أقول عميق تغيير ناجح نقول أنه هناك تغيير حقيقي في النظام السياسي بمعنى أنه هناك نظام سياسي صار مستقرا يشارك فيه كل الطبقات الاجتماعية والشعبية هذا ليس موجود إلى حد الآن في تونس ما زالت مراكز القوى الأساسية هي المراكز المناطقية يعني في تونس الذي يفهم السياسة التونسية يعرف أنه هناك جنوب وساحل وأنه هناك صراع تاريخي بين هتين المنطقتين وأنه ما زال النظام بين قوسين السواحلين منطقة سعالية تسيطر على مراكز القوى والنفوذ في الدولة التونسية وترفض وجوزة حتى من رفض بعض القوى السياسية وبعض الشخصيات السياسية التي حكمت البلاد بعد ثورة يعني 14 جنفي هو انتماءاتها المناطقية فهذا مهم جدا في فهم السياسة التونسية في مستوى كذلك ولذلك حتى هناك نقاش في تونس اليوم هل النظام الذي جاءت به ثورة وهو النظام برلماني معدل بمقتضاه يكون رأس السلطة التنفيذيه ورئيس الحكومة هل هو الأجدى لتونس اليوم هناك التنافس هناك تدافع في مقاربتين لأنه النظام الذي حكم تونس في الدولة الوطنية الحديثة بعد الاستعمار هو النظام الرئاسي هناك اليوم تفكير وهناك كثير من قوى يعني التغيير وهناك كذلك جزء من قوى القرار والقوى تؤفكر في إعادة بناء النظام السياسي من جديد ولعله حتى الرئيس قيس سعيد الذي جاء حديثا لقصر قرطاج طرح مبادرة جديدة ونظام سياسي جديد وهو بصدد بن قوسين تهيئة الظروف ممكن لإنتاج نظام سياسي جديد غير النظام الذي جاء به دستور الثورة هذا من جانب كذلك المستوى الاقتصادي والاجتماعي تونس تراجعت بشكل كبير جدا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي يعني مؤشرات الفساد زادت نعم مؤشرات الفساد زادت للأسف لأنه هنا طبعا العوامل هنا تفسير العوامل يحتاج إلى شيء من طبعا الدولة المركزية ضعفت بعد الثور وهذا طبيعي كل الثورات يعني تضعف فيها الدولة المركزية تفقد جزء من سيطرتها على بن قوسين على رأس المال وعلى طريقة إنتاج الثروة وكذلك هناك مشكلة حقيقية في يعني إعادة إنتاج النظام الجديد ولذلك هناك تراجع كبير جدا في قدرة الدولة على السيطرة وتزايد في مستوى التجارة الموازية في مستوى الاقتصاد الموازي الذي يمثل الآن تقريبا 50% من الاقتصاد التونسي يعني جزء كبير من الاقتصاد التونسي هو موازي يعني لا يدخل يعني ضمن النظام الطبيعي الهيكل الطبيعي للاقتصاد التونسي وهذا تحدي كبير لكل الحكومات المتعاقبة اللي لم تنجح في معالجته الجانب الآخر الجانب الثقافي للأسف ما بعد الثورة رغم أن تونس طائفيا وإثنيا ومذهبيا موحدة بشكل كبير جدا وهذا عام من عوامل التي ساعدت الاستقرار للنظام السياسي بعد الثورة على خلاف مصر على خلاف سوريا على خلاف العراق على خلاف لبنان لأن المذهب الغالي في البلاد هو المذهب المالكي الجانب السني هو الطاغي وحتى الإرث القديم للدولة الفاطمية الشيعية لم يبقى منه شيء إلا بعض البنقوسين الأثار ولذلك هناك تماسك مجتمعي كبير جدا ولكن رغم هذا لم تكن بلغة أخرى الدولة هي الجامع يعني صار انقسام على مستوى الهوية على مستوى التصور الهوية وعلى مستوى يعني عمق تونس وانتمائها بين جزء يرى أن العمق الطبيعي لتونس هو العمق العربي الإسلامي وبين نخبة أخرى ترى لا أن تونس يعني جزء من المحيط المتوسطي ولذلك لا يجب أنها تستغرق ضمن هذا الخيار وهذا الذي صنع حقيقة حالة من عدم التوازن في المقارب السياسي